لا تزال الفوضى الأمنية تتصدر المشهد اليومي في مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية وعلى وجه الخصوص محافظة درع الجنوبية حيث جرائم القتل والخطف وعمليات الاغتيالات والتجارة السلاح والمخدرات مصادر محلية قالت إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين محليين وعناصر حاجز لجهاز المخابرات الجوية التابع لقوات الحكومة السورية بالقرب من مدينة داعل بريف درع ما أسفر عن إصابة عنصر من القوات الحكومية وأمرأة من أهالي المدينة وأضافت المصادر أن قوات الحكومة استهدفت بالرشاشات الثقيلة السهولة المحيطة بالحاجز وسط حالة من الاستنفار في داعل ويوم الخميس فقد مدنيان حياتهما وأصيب عنصران من المجموعات المسلحة المحلية في درعا جراء اقتتال داخلي بالقرب من الفرن الآلي في مدينة نوى وفي محافظة حمص وسط البلاد أفادت مصادر مطلعة بمقتل شاب جراء انفجار قنبلة يدوية عبث بها داخل منزل ذويه في حي عكرمة جاء ذلك في وقت أصيب شابان آخران في مدينة تلبيسة بريف حمص إثر استهدافهما بالرصاص من قبل أحد سكان المدينة بسبب خلاف حدث أثناء حفل خطوبة هذا وخلفت حوادث الفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية منذ مطلع هذا العام عشرات القتلى والجرحى من بينهم مدنيون بحسب منظمات حقوقية ترجمة نانسي قنقر